بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن ولاه واتبع هداه وبعد فإن تربية الأبناء من أهم الأمور التي يجب علينا أن نلتفت لها وننتبه لها في حياتنا اليومية والتربية بهذه الأهمية تحتاج إلى جهد كبير وتحتاج إلى وقت من حياة الإنسان اليومية ليهتم بأبنائه الذين هم عماد المستقبل والذين هم حملة لواء الإسلام وهم حملة لواء الأوطان في المستقبل هذه التربية لا بد أن يكون لها جانب مهم وهو جانب التربية بالقدوة التربية بالقدوة هذا منهد علمنا إياه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان هو عليه الصلاة والسلام خير قدوة لنا في حياتنا قال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر هذه القدوة التي تنفع الأبناء كثيرا والتي تؤثر فيهم في حياتهم اليومية والتي تغرس فيهم كل ألوان الخير هذا بخلاف القول وبخلاف السماع فإن التربية بالقدوة لها أثر كبير في حياة الفرد وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه التربية بالقدوة ظهرت في سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنذكر منها أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان صلح الحديبية ولم يستطع المسلمون أن يعتمروا في هذا الوقت وقف صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما طالب منهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحروا الهديا وأن يحلقوا الرأس وقفوا لا يفعلون هذا الأمر وهم أشد الناس حرصا على الاقتداء بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أمور حياتهم فلما طلب منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر مرة واثنين وثلاثة ولم ينفزوا دخل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيمته وهناك استمعت السيد أم المؤمنين السيدة أم سلمة إلى ما قاله لها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مما حدث من أصحابه فقالت له يا رسول الله اخرج فاذهب إلى هديك فاذبحها وإلى شعرك فاحلقه ولا تكلم منهم أحدا فخرج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل مثل ما قالت بدون أن يكلم أحدا فما كان من أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن فعلوا ما فعله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا في غزوة الأحزاب في حفر الخندق كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه يفعل معهم ما يفعلون في ذلك درس عملي لكل أب ولكل أم ولكل مرب أننا مسؤولون عن أبنائنا وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول وضياع الأبناء لا يكون فقط بأن الإنسان يتركهم بدون طعام وشراب ولكن الانشغال عن الأولاد والانشغال عن تربيتهم تربية خالصة والانشغال عن تفاصيل حياتهم هذا أمر يجب علينا أن ننتبه له فليس اليتيم هو من مات أبوه فقط إن اليتيم الذي تلقى له أم تخلت أو أبا مشغولا يجب علينا أن ننتبه إلى أن نربي أبنائنا بالفعل الحسن أن نربي أبنائنا بالقدوة الحسنة أن نفعل أمامهم الخير ليتعودوه فالخير عادة أن ننتهي أمامهم عن كل شر وأن لا نفعل أمامهم شيئا ونقول شيئا آخر هذا واجب علينا في تربية أبنائنا أن نهتم معهم بالقدوة في حياتهم خاصة مع الأبناء الصغار في السن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وأن يجعلنا للمتقين إماما والسلام عليكم ورحمة الله